زي ما حضراتكم سمعتوا إيه اللي بيحصل الناس كلها مستغربة الناس كلها مش شايفة شايفين إن في حاجة غريبة بتحصل الحقيقة زي ما انتوا شايفين وانت قاعد بتتفرج كده زي ما بقولك كده بتبقى قاعد يعني المتشاط مش حلوة من الناحية الفنية مفيش جمهور في الملعب زي ما سمعتوا من هيسا إن كل الناس اللي موجودة واحد وستة من عشرة من مية في المية هم بس اللي خدوا تطعيمات ولقاحات في الكاميرون وبالتالي عندما كان يريد البعض في الفيفا إن هو يؤجل هذه البطولة علشان كأس علشان التطعيمات وعلشان كوفيد ناينتين والوضع الوبائي في الكاميرون والناس كلها هجمته والناس كلها عملتهم وبتاع بخلاف إن الوضع الأمني قدينا بنشوف وبنسمع دلوقتي إيه اللي بيحصل ودي يعني اللي بيحصل ده هي شهادة نجاح للدولة المصرية 2019 أربع شهور أربع شهور عملت افتتاح ومالت الاستاذات وعملت كل حاجة كل حاجة كل حاجة في 2019 وستدفت كل الجمعين الأفريقية افتكروا حضراتكم المباراة النهائية الجزائر والسنغالي الاستاذ كان عامل إزاي افتكروا بس عموما أنا مش عايزي أدخل نفسي في مقارنات لأنه الحقيقة أتمنى لكل الجميع لكن أنا لازم أقول لازم أقول يا جماعة مصر بتعمل إيه ومصر بيحصل فيها إيه لازم أقول هذا الكلام لازم لازم عشان مصر كاميرون أجلت مرة واثنين وتلات عشان يحصل اللي احنا بنشوفه ده أنا مش عايز أقول علاقتي باللاعبين اللي موجودين في المنتخب والمدربين والكلام ده بنتكلم مع بعض كتير قد إيه الناس متضايقة جدا جدا من الأداء وسوق الأداء اللي عملوه مبارح ولكن من الإقامة هناك فيه أمور صعبة جدا بتحصل يعني جروة يعني للناس اللي راحت لعبة بقى في جروة وعارفين جروة كويس جيت جروة الكاميرونية أنا رحت لعبتي تلات أربع مرات هناك وعارف الدنيا ماشي أزاي وبيحصل إيه وغيري وغيري من اللاعبين عارفين في جروة بيحصل إيه بس هو دي الأجواء الأفريقية وهو ده الطبيعي يعني مفيش حاجة أنا قصدي أقول لكن هو ده اللي بيحصل ده الطبيعي اللي بيحصل في أفريقيا يا جماعة بالمناسبة فنتمنى إن شاء الله أتمنى يا رب يا رب ده مصر ده مصر يا جماعة اللي حضراتكم شايفينه ده مصري الاستاذ مليان على آخره كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة من حقنا أن احنا نفرح ونتكلم على نفسينا أنا لأوا شكك في أحد أنا بتكلم على بلدي ما بتكلمش على حد مش حاجة على بلدي أنا وما بتكلمش واستنى الناس اللي بره هي اللي تتكلم لا أنا لازم أتكلم على بلدي ولازم أقول إن بيحصل أنا بك لا أوا شكك في أحد والله يا بجد يا جماعة أنا لا أوا شكك في أحد ولكن في أربع خمس شهور حصل اللي حضراتكم شايفينه بنحترم كل الناس وكل الدول ولكن من حق إن أنا أقول إن أنا عندي بلد قادرة على تنظيم أي إيفنت رياضي أو أي حدث كبير في كل حاجة في كل حاجة الحقيقة مش في رياضة بس شايفين منتدى شباب العالم دلوقتي واللي بيحصل فيه هناك في شرم الشيخ شايفين اللي بيحصل في كاس الأول أفريقية وعرفته الفرق برضو لا أشكك في أحد ولكن من حق إن أنا أفرح وقت بسط ببلدي شكرا للمشاهدة